السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ بالتست رقم 46 من الوحدة السادسة وحدة الجداول في مادة الـ IQ من هاجم تربو الكتاب الأول هنا المطلوب هو تحت الجذر بزاعد الس ناخص الـ A الـ A والـ B والـ C هي عناصر موجودة داخل الجدول الآن بكتابة المعادلات لدي هنا الـ K زاعد الـ L تساوي إلى 30 كقيمة عددية بأخذ الـ K زاعد الـ L أيضا هي نفسها قيمة الـ A وبالتالي A تساوي 30 نفس الاسلوب تماما L زاعد M تساوي إلى C وأيضا الـ M زاعد الـ L هي 25 وبالتالي قيمة الـ C هي عبارة عن 25 أيضا أخيرا لدي K زاعد الـ M هي عبارة عن 21 والـ M زاعد الـ K هي نفسها قيمة الـ B إذن قيمة الـ B هي عبارة عن 21 وقيمة الـ A هي عبارة عن 30 بإجراء التعويض هنا لدي 30 أو الـ B هي 21 زاعد الـ C هي عبارة عن 25 ناقص الـ A هي عبارة عن 30 هنا أصبح لدي 46 ناقص الـ 30 تحت الجدر يعني جدر 16 وتساوي 4 والجواب هو D في السؤال الثاني نقوم بكتابة المعادلات هنا لدي الكي مضروبة في الـ M هي عبارة عن 32L لدي أيضا الـ L للتربيع تساوي M الآن نعوض قيمة الـ M أصبح لدي K في L للتربيع تساوي 30 32L الآن بإخراج K مضروبة في L في L تساوي 30 32L بحذف الـ L بين طرفي المعادلة أحصل على الكي في L هي عبارة عن 32 والجواب هو G في سؤال الثالث هنا نلاحظ أنه إذا كانت العملية بين عدد فردي مع فردي الإشارة هي نجمة إذن فردي عملية أو دائرة هنا العملية رمزها دائرة فردي الجواب هو نجمة أيضا إذا كان لدي فردي مع زوجي هنا عدم وجود نتيجة إذن فردي مع زوجي يعطيني إشارة شخطة عدم وجود نتيجة مثلا نقوم باختيار الإجابات الكي هي فردي مع فردي وبالتالي الكي نجمة الـ L هي عبارة عن زوجي مع فردي شخطة الـ M هي زوجي مع فردي شخطة وبالتالي نجمة شخطة شخطة الإجابة هي D في السؤال الرابع هنا عند البحث عن عملية تربط بين هذه الأرقام نلاحظ أنه لدي هنا 6 وأيضا الـ 6 مكررة هنا 7 وأيضا السبع مكررة هنا 5 وأيضا الخمسة مكررة هنا لدي 3 وأيضا الثلاثة مكررة على هذا الأساس يعني هنا فقط قاموا بتكرار السطر الأول في السطر الأخير وبالتالي هنا سيكون 2 والجواب هو B في السؤال الخامس هنا لدي مربع العمود الأول مربع ناصر العمود الثاني هنا 25 هنا 4 للتربية 16 حاصل جمعهما هو عبارة عن 41 هنا حاصل التربيع هو عبارة عن 4 هنا حاصل التربيع هو عبارة عن 49 هذا يؤدي قيمة الـ M هي عبارة عن 49 زائد 4 تساوي إلى 53 هنا لدي 36 هنا لدي 9 مجموعهما هو 45 هنا لدي K للتربيع زائد L للتربيع تساوي 52 هنا بالبحث عن الرقمين L والK نلاحظ أنه هنا على سبيل المثال التسعة مع الـ 6 هي عبارة عن 45 خاصل جمعهما الآن أنا أحتاج إلى 52 نأخذ على سبيل المثال قيمة الـ K هي عبارة عن 6 فيكون مربعها هو عبارة عن 30 36 من أجل أن أحصل على القيمة هنا 52 يجب أن يكون لدي قيمة الـ L هي عبارة عن 4 ومربعها هو 16 حاصل الجمع هو عبارة عن 52 يعني الـ K زائد L هي عبارة عن 10 أصبح لدي القانون بالشكل التالي لدي هنا 53 ناقص 10 يعطيني 43 والإجابة هي A في سؤال السادس هنا حاصل جمع الثمانية مع العشرة عشرة زائد الثمانية ناقص الفرق بين العشرة والثمانية هو اثنان عشرة زائد الثمانية ثمانية عشر ناقص اثنان يعطيني 16 يعني المجموع ناقص الفرق المجموع ناقص الفرق المجموع هنا 9 الفرق بينهما هو واحد 9 ناقص واحد ثمانية المجموع هنا 9 زائد 6 ناقص الفرق ثمانية ناقص خمسة تساوي إلى 13 ناقص ثلاثة وتساوي عشرة والإجابة هي B في سؤال السابع هنا نقوم بجمع عناصر سطر المدخلات مع عناصر عمود المدخلات هنا لدي 24 زائد 14 هي عبارة عن 56 ثم أقوم بجمع المنازل مرة أخرى أحصل على العدد 11 هنا النتيجة نتأكل أيضا من قيمة أخرى لدي هنا 42 زائد 18 هنا أحصل على 60 و 6 زائد 0 تساوي 6 الآن باستخدام 16 هنا لدي 16 زائد 18 هنا 6 زائد 4 هي عبارة عن 24 أعفون 4 باليد 1 هنا 34 و 3 زائد 4 يعطيني 7 هنا قيمة L هي عبارة عن 7 الآن قيمة K لدي هنا 42 زائد 20 27 هنا لدي 69 الآن بجمع 9 زائد 6 تساوي 15 قيمة K هنا 15 وبالتالي 7 زائد 15 أو 15 زائد 7 تعطيني إلى 22 والإجابة هي B في السؤال الثامن هنا لدي 12 ضرب 3 هي عبارة عن 36 وأربع ضرب 9 أيضا هي عبارة عن 36 هنا حاصل الضرب 40 هنا حاصل الضرب عبارة عن 40 هنا حاصل الضرب عبارة عن 28 بنفس الأسلوب هنا حاصل الضرب 28 هنا لدي حاصل الضرب 24 يجب أن تكون الضرب 8 حتى يكون الضرب 8 حاصل الضرب 24 وبالتالي الجواب هو B في السؤال التاسع نقوم بجمع عناصر العمود فأحصل على النتيجة هنا في السطر الأخير لدي 2 زائد 3 خمسة زائد 15 زائد 11 بنفس الأسلوب هنا لدي 7 وهنا لدي 6 مجموعة ثلاثة هنا لدي 3 هنا لدي 2 المجموعة هو عبارة عن 5 والجواب هو A في السؤال العاشر هنا نقوم بجمع عناصر السطر لدي هنا 6 زائد 4 زائد 8 18 قسمة على العدد 2 أحصل على القيمة 9 بنفس الأسلوب هنا حاصل الجمع لديه هو عبارة عن 36 تقسيم 2 18 هنا حاصل الجمع هو عبارة عن 22 تقسيم 2 11 الآن هنا أقوم بعملية الجمع 6 زائد 6 زائد 8 6 زائد 6 22 زائد 8 هي 30 30 30 قسمة 2 15 والإجابة هي G في السؤال 11 هنا نقوم باختبار العداد هنا لدي عدد زوجي مع ثردي العملية هي ضرب وبالتالي نبدأ هنا عدد زوجي عملية عدد فردي العملية ستكون عبارة عن ضرب بنفس الأسلوب تماماً زوجي مع فردي ضرب هنا زوجي مع فردي ضرب هنا فردي مع فردي عدد فردي عملية عدد فردي هذا يعطيني عملية جمع 5 زائد 7 12 الآن مثلاً هنا فردي مع فردي أيضاً لنجرب الآن زوجي مع زوجي 6 مع الأربعة يعطيني 2 6 مع الثمانية يعطيني 2 هنا مثلاً 6 مع الثمانية هي عملية ضرب 6 مع الثمانية 2 يعني كأنه أنا عم أقول الآن أن العملية هي عبارة عن فرق 6 ناقص 8 بالقيمة المطلقة 2 6 ناقص 4 بالقيمة المطلقة 2 هنا 6 ناقص 6 بالقيمة المطلقة سيكون 0 قيمة L0 الآن قيمة الكي هو عدد زوجي مع فردي العملية ضرب الكي هي عبارة عن 4 الآن M عدد فردي مع فردي العملية جمع M ستكون 10 وبالتالي 4 زائد 0 زائد 10 يعطيني 14 والجواب هو به السؤال الثاني عشر والأخير في هذا التست هنا حاصل ضرب عناصر العمود الأول والثاني يعني 6 ضرب 4 هي عبارة عن 24 تساوي إلى حاصل جمع العمود الثالث والرابع هنا العملية ضرب هنا العملية جمع تساوي 24 هنا 14 تساوي إلى 6 زائد 8 هنا لدي 24 هذا يؤدي 24 هنا يجب أن يكون لدي عبارة عن 17 وبالتالي الجواب هو جي وشكرا لكم وشكرا لكم